نعم قلنا أهل السنة وسط في جميع أمور الدين ولله الحمد بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتساهل هم وسط الحمد لله كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطاء والوسط هي العدل الخيار المتوسطة بين طرفين طرفين الإفراط وهو الغلو طرف التفريط وهو التساهل فالإفراط أخذ به الخوارج والتفريط أخذ به المرجعة أهل السنة وسط ولله الحمد بين هذا وعلا